موسيقى نشاط الأخبار من قناة الجزائر الدولية أهلا بكم بداية شيعت جماهيرو شعبية فلسطينية في محافظة طباس الجمعة جثمان الشهيد عبد الرحيم فايز غنام دي 36 عاما الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة عقابة شمال طباس صباحا وانطلق موكب التشيع من أمام مستشفى طباس التركي الحكومي بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في طباس باتجاه بلدته عقابة حيث ألقيت نظرة الوداع عليه قبل مواراته الثرى يشرع وفد من الولايات المتحدة الأمريكية يقوده نائب مساعد وزير الخارجية المكلف بشمال إفريقيا بمكتب الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية جوشوى هاريس الجمعة في زيارة لمخيمات لاجئين صحراويين وحسب وكالة الأنباء الصحراوية فإن برنامج الزيارة يشمل إجراء محادثات سياسية مع القيادة الصحراوية وعقد لقاءة مع مجموعات من النساء والشباب بالإضافة إلى زيارة بعض المرافق وحسب المصدر ذاته سيحظى الوفد في ختام الزيارة باستقبال من قبل الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي الزيارة تندرج في إطار الجهود المبدولة لإعادة إطلاق عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في صحراء الغربية في شأن آخر بحث وزير الداخلية التونسي كما للفق مع نظيره الإيطالي بيانتي دوزي ماتيو مسألة الهجرة غير نظامية وكيفية مجابهتها جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير التونسي مع نظيره الإيطالي مساء الخميس وفق بيان للداخلية التونسية واستعرض الوزيران واقع وأفاق علاقات تعاون وبرامج الشراكة التي تربط البلدين لا سيما في مجال الهجرة والجريمة المنظمة واتفق الجانبان على موصلة تبادل المعلومات في هذا الشأن من أجل كشف الأطراف الضالعة في تسفير المهاجرين الأفريقى من بلدان جنوب الصحراء ودول الساحل الإفريقي إلى تونس لتسهيل عبورهم إلى أوروبا كما تم خلال الاتصال استعراض مجهودات الطرفين لدعم قدرات الوحدات الأمنية التونسية لمكافحة الشبكات التي تنشط في مجال الاتجار بالبشر وتنظيم رحلات الهجرة غير النظامية بين البلدين يضيف البيان هذا وحتى نائب رئيسة الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاتحاد الأوروبي على الاستثمار في تونس من أجل دعم استقرارها ووقف تدفقات الهجرة غير النظامية وشدد تاياني لدى وصوله الخميس إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في طوليطل الإسبانية شدد على ضرورة أن يستطمر الاتحاد الأوروبي في تونس ويعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم بين الجانبين لوقف الهجرة غير النظامية يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعمل من أجل استقرار تونس من خلال الاستثمار في البلاد وتنفيذ مذكرة التفاهم لوقف الهجرة غير النظامية أعتقد أنه من المهم العمل مع تونس وبالنسبة لإيطاليا كانت مذكرة التفاهم خيارا جيدا من قبل الاتحاد الأوروبي كان الاجتماع بين سعيد وفوندرلاين وروتا وميلوني إيجابيا للغاية علينا أن نعمل من أجل استقرار البلاد واستثمار المزيد من الأموال لتنفيذ الاتفاق ووقف الهجرة غير النظامية كما أعلن تاياني عن دعم بلاده لاتفاق الهجرة الموقع بين تونس وليبيا مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التصدي القوي للهجرة غير الشرعية من الواضح أننا ندعم أيضا الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا لمساعدة المهاجرين الذين يعبرون الصحراء علينا أن نحمي حياة هؤلاء الأشخاص ولكن في الوقت نفسه أن نكون أقوياء جدا في مكافحة الجريمة في شأن آخر نفت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الخميس ما نسب إلى رئيسها الرئيس النيجيري بولاتي نوبو باقتراح فترة انتقالية من تسعة أشهر للعودة إلى الديمقراطية في النيجر ولفتت إكواتس في بيان إلى أن التقرير المنشور باللغة الفرنسية مفبرك وينبغي التعامل معه على أنه خبر كاذب مشاددة على أن مطلب المجموعة واضح أساسه العودة الفورية للنظام الدستوري في النيجر وتحرير الرئيس محمد بازوم والسعادته منصبه وكانت وسائل إعلام نيجيرية ودولية نقلت عن وكالة صحافة الفرنسية بيانا نسب إلى تينوبو مفاده أن الأخير اقترح فترة انتقالية أسوة بما جرى في بلاده عام 1990 بعد انقلاب عسكري هذا وأعلنت السلطات في النيجر عن تعليق أنشطة المنظمات الدولية في مناطق العمليات العسكرية وقالت وزارة الداخلية النيجرية في الحكومة المشكلة من قبل المجلس العسكري في بيان أنه تقرر تعليق نشاط المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر وتجميد جميع الأنشطة والتحركات في مناطق العمليات العسكرية بشكل مؤقت نظرا للوضع الأمني والالتزام العملياتي للقوات المسلحة النيجرية دعا حزب المعارضة الرئيسي في القابون البديل 2023 المجتمع الدولي الجمعة إلى حث المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس علي بونغو على إعادة السلطة إلى المدنيين وقالت المتحدثة باسم زعيم الحزب أليكساندرا بونغا لهيئة الإذاعة البريطانية إن حزبها سعيد بالإطاحة بعلي بونغو لكنه يدعو المجتمع الدولي للضغط على الجيش لتسريع إعادة السلطة إلى المدنيين وقال الحزب في وقت سابق إنه يريد إجراء فرض كامل لأصوات الناخبين في انتخابات ثلاثاء التي قال إنها ستظهر فوز مرشحه أندو أوسا سعدنا بالإطاحة بعلي بونغو لكننا نتمنى وقف المجتمع الدولي في صف النظام الجمهوري والديمقراطي بالقابون من خلال مطالبة الجيش بإعادة السلطة إلى المدنيين المعارضة تأمل في تلقي دعوة من المجلس العسكري لمناقشة الخطة الانتقالية للبلاد والعودة إلى النظام الجمهوري نعتقد أنه من العبث أن يؤدي الإنقلابيون اليمين يوم الإثنين لقي 48 شخصا مصرعهم على الأقل وأصيب آخرون في منطقة جوما شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعدما تحولت مظاهرة مناهضة لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ومنظمات أجنبية أخرى إلى شبكات بين المحتجين وقوات الأمن وذكرت تقارير إعلامية أن نشطاء دعوا إلى مظاهرة سرعان ما تحولت إلى شبكات دامية مع قوات الأمن في المدينة وتواجهوا بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية احتجاجات بسبب ما يعتبره المتظاهرون فشلا في حماية المدنيين من عنف المجموعات المسلحة جدد الرئيس السينيغالي ماكي سال قراره بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة تنفيذا لالتزامه السابق وقال ماكي سال لدى لقائه خليفة المريدين أحد أهم الطرق الصوفية في السينيغال إنه يلتزم بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في الخامس والعشرين فبراير الفين واربعة وعشرين مؤكدا أن شخصية أخرى ستقود السينيغال في مثل هذا الوقت من العام المقبل وانتخب ماكي سال للمرة الأولى رئيسا للسينيغال عام الفين واثنى عشر وأعيد انتخابه لعهدة رئاسية ثانية عام الفين وتسعة عشر أعلنت الرئاسة البركينابية في بيان أن وفدا روسيا أجرى محادثات مع الرئيس الانتقالي المؤقت إبراهيم تروري الخميس خلال اجتماع تناول تعاون العسكري المحتمل وأضافت أن زيارة الوفد برئاسة نائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك يوفكيروف تمثل متابعة للمحادثات التي دارت بين تروري والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة الروسية الإفريقية التي عقدت في سان بيترسبورغ في جويليا ناقشنا القضايا التي أثرت خلال الاجتماع بين رئيس بوركينافاسو ورئيس الاتحاد الروسي بالمنتدى الروسي الإفريقي في سان بيترسبورغ ونتائج اجتماع وزير الدفاع معنا في موسكو التعاون العسكري والتعاون العسكرية التقنية وكذلك التعاون في مجال الاقتصاد وفي مجال الطاقة النووية كلها مسائل سنبذل قصارى جهدنا لمساعدتكم في التطور في كل هذه المجالات لقد ذكرت رئيسكم بهذا بالفعل في مجال التعاون العسكري سنناقش شكل تدريب طلابكم وضباطكم من مختلف المستويات بما في ذلك الطيارين في بلدنا قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس إنه أرسل إلى وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف مجموعة من المقترحات المتماسكة حسبه بهدف أحياء اتفاق يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود ولفت غوتيريش في تصريح صحفي إلى أن الاقتراح الأممي أخذ في الاعتبار الطلبات الروسية مشددا على ضرورة أن يكون الاتفاق مستقرا ولا يواجه أزمة أو تعليقة وتأتي رسالة غوتيريش قبل اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان يرتقب حسب رويترز عقده الاثنين المقبل لبحث مسألة صادرات الحبوب عبر البحر الأسود وملفات أخرى أخذنا في الاعتبار الطلبات الروسية وأعتقد أننا قدمنا اقتراحا يمكن أن يكون أساسا لإحياء الاتفاق لكن هذا الإحياء يجب أن يكون مستقرا أعني لا يمكن أن تنتقل مبادرة البحر الأسود من أزمة إلى أخرى ومن تعليق إلى تعليق نحن بحاجة إلى أمر ناجح ويخدم مصلحة الجميع في الأثناء قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين في منتجع سوتي الروسي المطل على البحر الأسود وكان مصدران تركيان قد ذكر لوكالة رويترز الخميس أن الرئيسين سيناقشان اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود التي انسحبت منها موسكو بسبب ما تعتبره تجاهل الغرب لمواقف موسكو في الواقع ستجري المفاوضة بين الرئيسين الروسي والتركي يوم الاثنين الرابع من سبتمبر وستجري في سوتي في منتصف النهار هذا وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الجمعة تعليقا على تصريحات بشأن فتح خط إنتاج أسلحة بريطانية في أوكرانيا قال إن نشر منشآت لإنتاج الأسلحة في أوكرانيا لن يسهم في تخفيف توتري وحل النزاع من المؤكد أن نشر منشآت لإنتاج الأسلحة على أراضي أوكرانيا لن يسهم في تخفيف حدة التوتر والتسوية الصراحة حول أوكرانيا إن افتتاح مكتب تمثيلي لشركة تصنيع الأسلحة بريطانية لن يغير الوضع بشكل جذري ولن يحول دون إتمام العملية العسكرية الخاصة بنجاح بالطبع نرى هذا بشكل سلبي ومن الواضح أن أي منشآت تنتج أسلحة لا سيما إذا أطلقت تلك الأسلحة علينا تصبح موضع اهتمام خاص من قبل جيشنا إلى ذلك قال وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف إن اجتماعات الأمم المتحدة عبر الفيديو بشأن صيغة الرئيس فولوديمير زيلانسكي للسلام في أوكرانيا غير مقبولة وأضف لافروف أنه أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو موقف روسيا بشأن صيغة زيلانسكي للسلام التي تشمل عشرة مبادئ أبرزها انسحاب القوات الروسية من جميع الأراضي التي سيطرت عليها منذ بدء الحرب وبشأن القمة القادمة لمجموعة العشرين قال لافروف إن بلاده لن تتبنى أي إعلان لا يعكس أراء روسيا ومواقفها انتهت النشراء لمزيد من التفاصيل زور منصاتنا الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة كما يمكنكم متابعتنا والتواصل معنا عبر الموقع الإلكتروني للقناة إلى اللقاء اشتركوا في القناة